وَهَذَا الْبَيْتُ مُبَارَكُ فَالْخَيْرُ فِيهِ ثَابِتُ وَالْعَطَاءُ فِيهِ مُتَنَامِيُّ فَمِنَ الْبَرَكَةُ فِي هَذَا الْبَيْتُ أَنَّ الْأَعْمَالَ الصَّالِحَ فِيهِ مُضَاعَفَةَ مُضاعفة الحسنات ولذلك اتفق الفُقهاء أن العمل الصالح بمكة مُضاعف الأجور فتُعطى على أعمالك الصالحة في هذا الحرم كله أين من تقل ما دُمت في أرض الحرم ومكة كلها حرم فما من حسنة تعملها إلا وهي مُضاعفة الأجر لأنها في البلد الحرام وأعظم العبادات هذه الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فردٌ واحد حسبه بعض العُلماء فقال فردٌ بالمسجد الحرام يعدل الصلاة خارج المسجد الحرام بمقدار كم؟ يعدلُ كم يعدل هذا الفرد الواحد؟ قال يعدل صلاة خمسٍ وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة فردٌ واحد فكيف بمن صلى يوم خمسة فرور وكيف بمن صلى أسبوع أو أكثر من ذلك؟ وهذا الأجر للصلاة على قول جماهير العُلماء أنه حاصلٌ للمُصلِّ حيثُما صلى في أي مسجدٍ داخل أرض الحرام وهذا قول الأحناف وقول مالك وقول الشافع وقولٌ فيما ذهب أحمد رحمة الله عليه واختيارُ عددٍ من المحقِّقين كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وفتوى عددٍ من العُلماء فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز وفتوى اللجنة الدائمة للإفتاء فتواهم بأن الأجر بالنسبة للصلاة مئة ألفٍ فإنه في جميع مساجد الحرم ويزداد هذا المسجد بكثرة الجماعة ورؤية هذا البيت فإذاً هذا أمرٌ مُضاف أما المئة ألف على قول جمهور العُلماء فهي حاصلةٌ لمن صلى في جميع مساجد الحرم